اشتركوا في القناة لأنه في هالرفلو يلي بيعملنا مشاكل كتير كبير حتى بالتركيز هذا مرض العصر وخاصة لأنه في نصاحة هي بتضغط على المعدة بتمبؤ المعدة بتم المعدة بدل ما يضال بالبطن بيصفى بالصدر بيصفى كل إفرازات المعدة تطلع بالمجرى الأوزوفاج المريء وبتعطي العوارد أنا نكني اليوم بدي أحكي كاتيا لشوف شوفي شي جديد بهالموضوع شي جديد هو أنه مش بس كل واحد بيحس حرقة حمضة بيجي عنا منقلوا معك رفلو ومنعمل له تشخيص وعلاج كتير مرضة عندون بحة بيعتقدوا أنه من السيجارة وجع بالحنجرة تغيير بالصوت بيروحوا عند حكمة الحنجرة ما بيلاقوا شي بيجوا لعنا من لقيلون عندون هالرفلو من فتء المعدة في مرضة كتير عندون فقر دم مزمن ما بيعرفوا من شو بفتشوا كل شي ما بيلاقوا منلاقي بتنظير المجرى الأكل الأزوفاج أنه في التهاب بالمريء وعمل ينزف نتفي ونتفي في مرضة كتير ما بيكون عندون عوارض طبيعية حرقة عندون وجع بصدرون تيبيكال كأنه وجع قلب بيروح عند الحكيم القلب بيعمل له تخطيط بيعمل له تميل بيعمل له إيكو ما بيلاقي شي بيجي لعنا ونعمل له تنظير لمجرى الأكل منلاقي هالفتء بالمعدة هو اللي عم بيسبب هالعوارض بسودو كاردياك شو تشخيصه وشو فيش جديد بالتشخيص تشخيص هو بيكون نهائيا بالتنظير يعني الگاستروسكوب اوزو جاستروسكوب نظور مثل ما كنا عدة مرات تحكينا هايين كتير ما بده مستشفى بياخد عشر دقايق بنج موضعي بيجي المريض بنعمل الفحص وبروح على بيته قويم بيبين لنا كنا بالماضي نشوف مجرى الأكل مجرى الأكل أوله بالتم هوني وآخره ببيب المعدة بنسميه الكارديا عادة طوله بين 38 و40 سنتي اللي عنده فتئ بالمعدة منليقي بدل الأربعين 30 32 سنتي بيبلش تم المعدة لأنه نبأت المعدة فتأت المعدة هون ضروري يكون في وزن زيد ولا كمان عند الأشخاص يقدر يكون استعداد ضعف بالليجامات ضعف بالمشكل طبع الديافراج من بيعمل هاي ولكن التدخين والنصاحة بتسبب بزيادة هالإنسيدانس أكدر كنا بالماضي نفتش بس على حمض المعدة لأنه المريض كنا يقول معي حرقة حرقة يعني حمودة من كم سنة أخيرة سرنا نشوف كتير مرضة ما بيتجاوبوا على العلاج الطبيعي ضد الأسيد أنتي أسيد وبالتنظير وهوني بدي شدد إنه حكيم الأخصاء لازم يكون عنده خبرة لأنه إذا بيفوت النظور فجأة بيتقايا المريض بيستفرغ أو بيطلع مواد غير طبيعية لا بده يعمل بنج مظبوط وينزل عمهله أكتر الأوقات من لقي أسيد بس في أوقات كتيري عم نلاقي مادة صفرة اللي بتفرزها لمرارة طبيعة بتنزل بالمصران عند هالأشخاص هاودي بتطلع على المعدة وبتطلع بالمجرة هاي مهمة كتير لأنه علاجها يختلف تماما عن علاج الرسلو أسيد شو منشوف بالنظور منشوف أولا مثل ما قلنا يا في فتق بالمعدة يا في ريلاكسيشن ضعف بالموسكلي اللي بيسكر تم المعدة ارتخى يعني نعم مفتوح تم المعدة هيدا بيب هيدا لازم يتسكر بين الأكل والأكل لحتى إفراز المعدة ينزل نزول يلي عنده هالضعف ورلشمان بيطلع الأكل أو تطلع الحمض أو بيطلع البيل دو منشوف إذا كانوا في مجرى الأكل نحن نزلين إذا طبيعي لونه زهر أو محمر أو مدمم أو مقرح هاي منسميها إزوفاجيت يعني التهاب هيدا الالتهاب اللي بيسبب يا وجع أوي يا بيسبب فقر دم وهيدا إذا ترك على طول خطر كتير لذلك المريض ما لازم يضل هو يحكم حاله بحاله أو ما يروح عند أخصائي مع الوقت مجرى الأكل بيضيء وبيصير ما بينعمله شيء بيصير معه انسداد بالمجرى أو بحالات خاصة بيصير عنده تحول من الالتهاب اللي بيقول الالتهاب بيقول استعداد لسلطان فإذا ما نمزها قضية الرفل فتء المعدي والشي جديد اللي إلني هلأ بالتشخيص هو إنه فيها الإفرازات البيل هاي بدنا نحطها بفكرنا رابع شغلة وهي بشدد علي لما بنعمل التنظير منروح منكفي بالمعدي منشوف بالمعدي إذا فيه التهاب حكينا عدة مرات كاتيعة أنه فيه ميكروب اسمه إليكوباكتر بيلوري بتذكري من شهرين معك حكيته هالإليكوباكتر بيلوري هو بكتيريا موجودة عند نصف شعب وبتقعد عقلي عند بعض أشخاص لسبب الأسباب بتصير تفرز حمض كتير وبتعمل هالحمودة إذا الواحد عنده فتق بالمعدي وعنده هالالتهاب حمودته بتزيد بيصير عوارده تزيد لذلك بالعلاج بدنا ناخد بعين الاعتبار إذا فيه بكتيريا بدنا نقتلل البكتيريا بعلاج خاص لحتى تسهل علينا علاج النهي الالإليكوباكتر ما منقدر نشخصها إلا بهذه الطريقة ما في غير طريقة ما في فحص الدم بلا نقدر بفحص الدم نشوف بعدين ما منعيد مرتين النظور إذا كان راحة من الجسم أو لا ولكن إذا كانت تشكل مشكلة ولا لا بدأ الجسفروسكوبيت تبين إذا بدنا نعرف نهائيا النظور منشوف البكتيريا في فحص هاي أوان بينعمل تست بخمس دقاي كميتو وإذا كان عامل التهابات وتأرحات أما العلاج عنا خمس دقاي نعم العلاج المهم كتير هون بدي شدد للناس اللي عندن هالعوارض إنه يروحوا وشوفوا أخصائي ملم بهالم بهالموضوع راح بعطيكي قصة أنكدوتيك زميل لإلنا من خمس سنوات حكيم ما بيلقوا إلا غيب عن الوعي دخلوا على التواري دخلوا على السوان انتنسيف خططوا لقلبه حيلي يرسى لها ما عرفوا شبه بالفحصات اللي عام يعملوها طلع معه مواد منياز يمواطية كتير بجسمو اضطروا يعطو بالمصل ما نيازهم لحتى وعي ولما نسألوا عن السبب هيدا ما كانت معروفة قبل كاتيا لقوا إنو قلوا عدة سنوات معو في تقبل معدي ما عرف له تاريك حالو بياخدها لإدوية غاسترموت أو نكسيوم أو باريت عم قول أسميهم كلهم هلي هلا اتبين ما بيتاخدوا بكمية مستمرة مزمنة سنوات لأنه ما بنعطيهم إلا بحالات القصوى بالحالة الطارقة بنعطيهم على كم أسبوع لحتى الجرح يختم حتى الأليكوبكتر يروح حتى يرتاح المريض ولكن علاجات الأساسية ما أنه كل الحياة بده يضل ياخدها في نوعين يا في السوائل الأديم اللي كنا نعطيها ضد الأسيد أنتي أسيد في بيالوكس وديوفولو كذا هيده ما بتضر ما بتمتصى الدم لجسم وفي هون بدي بشر بشر حلوة كتير إنه من كم شهر صار في عنا مادة مستخلصة من الآلق هيده هالمادة محطوطة بشكل لكيد تنعطها بطريقة علمية من أخصائي تمنع لين بيخد المريض تمنع هالرفلو يصير كأنه بتسكر الباب تمنع الرفلو يصير ساعتها هالرفلو نكنو أسيد أو نكنو مادة صفرة ببطل يطلع بالمريض ببطل يعمل التهاب وبصح المريض لذلك برجع بشدد العوارض مشكلة كلاسيكية برجع بقول عن بحط الصوت عن الأنيم يعني واجع الصدر عن عن خصائي ملم بالموضوع لا يشخص مزبوط إذا رفلو أسيد أو بيليار فيه مكتيريا أو لا والعلاج بيكون بإيد الحكيم مش أي كان يأخذ العلاج بروفيسور أندري ياسبك أهلا وسهلا فيك أكيد نحكي عن هالموضوع بعد أكتر وأكتر بي مقابلة لاحقة أما هلأ أخلص وقتنا اليوم ترجمة نانسي قنقر